بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم عبد الرحمن أيتب الله إمام وواعظ بمسجد الفوز يعقوب المنصور التابع التابع للمجلس العلمي المحلي الرباط موضوع هذه الكلمة هو تشبيه المسلم بالنخلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي قالوا يا رسول الله أخبرنا ما هي قال هي النخلة أيها الأحبة الكرام إن الله تبارك وتعالى ينظر إلى العباد من خلال قلوبهم فإذا كان المرء نقيا من الغش والضغينة والبغض والغل والحسد أقبل عليه سبحانه برحمته وضاعف نصيبه من بركته وكان بكل خير أسرع أما إذا كان محصورا في مطامعه ضائقا بخير الله عند خلقه فأيهات أن يصلح له عمل وأن ينجح له أمل وإن الإنسان ينبغي أن يفعل الخير بلا انتظار بلا انتظار لجزائن أو ثواب وأن يقدم دائما الإحسان الإحسان إلى الأهل والأصدقاء والإحسان حتى مع الكفار وأن يكون عاليا مثل النخلة يترفع عن الأحقاد وعن العداوات وعن الحزازات كالنخلة يضربونها بالحجارة فلا تغضب ولا تقلق ولا تحقد وإنما ترد عليم إساءتهم بالإحسان وتقابل منكرهم بالمعروف يضربونها وهي تسقط عليهم طمرا شهيا وأكلا حلوا وهو الطمر الرطب وكذلك فإن النخلة لا تكلف صاحبها كثير العمل ولا كثير السقي وهي تنبت بالمناطق الحارة القليلة الماء وهي ترتفع عالية في السماء فكذلك المسلم حمله خفيف وظهره خفيف يكفيه قليل من الأكل والشراب لا إسراف ولا تبذير يؤمن بقوله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين لا يأكل حتى يجوع وإذا أكل لا يشبع المسلم دائما سليم معافا صحيح لأنه يجعل الثلث للطعام والثلث للماء والثلث للهوى يؤمن بقوله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة والنخلة عالية فكذلك المسلم أصله ثابت وفرعه في السماء تجده دائما مترفعا عن الخطايا فلا يتكلم بخطيئة بلسانه ولا يرتكب جريمة بيده ولا يسمع منكرا بأذنيه ولا يتكلم إلا بخير ولا يمشي إلا في خير ولا يوصي إلا بخير النخلة مستقيمة ثابتة فكذلك المسلم مستقيم في دينه مستقيم في أخلاقه فهو على بصيرة من ربه النخلة عالية الإخذرار في الصيف والشتاء فكذلك المسلم هو دائم الاستبشار لا يصيبه الملل ولا الكسل نشيط في عبادته نشيط في عمله والنخلة قلبها أبيض فكذلك المسلم قلبه نقي طهور ليس فيه غل ولا حسد يحب الخير للناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ذات يوم وهو جالس معهم يطلع عليكم الآن رجل من أهل جنة فلما سأل الصحابة هذا الرجل عن عمله قال لا أعمل شيئا زائدا على عملكم أصلي كما تصلون أصوم كما تصومون أتصدق كما تتصدقون ولكن كلما أصبحت أصبح لا أحقد على أحد هؤلاء هم الذين جعلهم الله من أهل الجنة في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صرر المتقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين أيها الأحبة الكرام ما أجمل هذه الشجرة وهي التي تنفع ولا تضر تحسن ولا تسي تعطي كثير ولا تأخذ إلا قليلا فكذلك المسلم يتلطف ولا يتكلف يحسن إلى من أساء إليه ويعفو عن من ظلمه ويعطي من حرمه فهو في الفقر صابر وفي الغنى شاكر وفي القيام والقعود ذاكر فهو كله خير ينفع بعلمه إذا كان عالما وبماله إذا كان غنيا وبقوته إذا كان قويا وبعدله إذا كان حاكما فكذلك النخلة جدعها سقف وأغصانها حصب وثمارها أكل ونواتها عرف كل ما فيها صالح فكذلك المسلم كله خير كله نفع موصول نفع ممدود الخير إذا رأى الكلام فيه خير تكلم وإذا رأى الكلام فيه شر سكت عفيف اللسان لا يكذب ولا يلعن ولا يسب يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينهى عن المنكر يصلح بين الناس وينفع الناس يسترشد بقوله تعالى إن من مؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ألا فلنتق الله جميعا ولنفتح آذاننا وقلوبنا لهذه الحكمة العظيمة ولنفتح آذاننا وقلوبنا لهذه الحكمة العظيمة وهذا المثل الذي ضربه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبه فيه المسلم بالنخلة في منافعها وصبرها وإحسانها إلى الناس وكذلك حال المسلم وصفاته فاللهم كما حسنت خلقنا فحسن خلقنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعوانا أن الحمد لله شكرا لكم